وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً وهو في مسيرٍ له يقول الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن رواه ابن خزيمة في صحيح وفي مسلم بنحوه وهذا الحديث لا يدل على خصوصية الرجل وإنما هو عامٌ في كل مؤذن عامٌ في كل مؤذن فإذا قال رجل الله أكبر الله أكبر فإنه على الفطرة على الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كانت براء له من النار لأن هذه الكلمة هي الغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق قال سبحانه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم يعني وحدوا الله قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي هذا فائدة حرص الصحابة على الخير ولذلك تسابقوا لرؤية هذا الرجل فإذا به رعي غنم رعي غنم حضرة الصلاة فأذن رعي غنم في الصحراء حضرة الصلاة فأذن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام بلال ينادي يعني يؤذن فلما سكت يعني انتهى من الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة يا لها من فضيلة ومنزل المؤذنين الذين يؤذنون في كل يوم خمسة مرات يرفعون أصواتهم بالتوحيد يا لها من فضيلة ويا لها من بشراء لهم قال من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة ترجمة نانسي قنقر